تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي لكلاسيك واللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع RM4Arab في تويتر ويوتيوب رابط الريال مدريد الرسمية في العراق وبرشلونة نيوز في الفيسبوك البرنامج المستمر من سبع سنوات معكم واللي بيجيكم عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقلكم تشتركوا فيها بالتأكيد هو لقاء في إحدى مقالات الرأي في صحيفة سبورت قالت جميعنا نعلم من سيفوز بالكلاسيكو سيفوز بالدوري كناية إلى مستوى ريال مدريد وبرشلونة المتصاعد بالفترة الأخيرة وانحضار مستوى أثلتكو مدريد لقاء الفايز فيه بعقلية لاثنين هو بفوز بالدوري هذا خلنا نتوقع نشوف مباراة نارية مباراة كبيرة جدا وما خيبوا ظنوا قدمونا مباراة رائعة جدا فاز فيها ريال مدريد أصبح على الورق أعطى كتف قانوني لبرشلونة وبعهد شوي من سباق اللقب كلاسيكو بذكرنا في الأيام الجميلة لكلاسيكو كلاسيكو بيعكس قيمة هذه المباراة لما الفريقين يكونوا بخير بغض النظر مين الأسماء الموجودة في أرض الملعب حندخل بتفاصيل هذا اللقاء وبالتفصيل الممل لكن خلال مشاهدتكم لو عجبكم الفيديو تتركونا لايك ولو ما عجبكم طبعا بتعرفوا الجواب تتركوا لايك لأنكم أصحابي نبدأ بالكلام عن التشكيل الأساسي للطرفين بالمنطق الاثنين عملوا صح بغض النظر شو صار بالشاوط الأول بعض الأحيانا الناس بتشوف الماضي بصير يقولك لو عمل هيك لأنه شوفنا شو ممكن يصير لكن نظريا ريال مدريد بدأ بفالفيردي بدأ الأسينسيو بالبداية السبب الأول البسيط إنه احنا شوفنا أسينسيو في آخر دقائق لفربول مرهق وبالتالي طبيعي جدا هذا السبب الهامشي لكن السبب التكتيك الأساسي انكشف مع مضي اللقاء فالفيردي وظيفته ألبا أهم وأخطر أسلحة برشلونة على الأطراف لما نتكلم عن خطة برشلونة 5-3-2 فالفيردي كان عم بتحول في الشكل الدفاعي شوفنا لمدافع خامس وفاسكس كان عم بيتفرق يقرب أكثر من ميليتاو وبالتالي يمنع سقوط بدري بين المدافع والضهير وبنفس الوقت كان فاسكس عم بيتفرق أيضا إنه لو أي مساحة فتحت وراء ميليتاو يدخل وشوفنا بأكثر من اللقطة عم بشتة كرة من ميسي شكل ريال مدريد في الحالة الهجومية كان عم بيعطي 4-1-4-1 وفي الحالة الدفاعية أقرب لخمسة 3-2 وحنشرح أكثر عن هذا التحول مع مضي الحلقة أما خروج جريزمان ودخول دي يونج لخط الوسط وعودة أراوخه لخط دفاع فأيضا كان مناظر حدفها الأول الاستحواذ الاستحواذ لازم أرفع نسبة الاستحواذ 100% قد ما أقدر وهذا نجح في برشلونة بهذا التفكير الشيء الثاني أيضا أن برشلونة بهذا التفكير قال لك أنا بدي أحط 3 لعيبة وسط مش 2.5 أنا بدي أحط 3 يهاجموا ثلاثي مدريد وهذا الشيء أيضا كان تفكير منطقي بس دائما بحكي تخيالات المدربين أفكارهم لا تعني شيء لما تنزل على أرض الملعب إذا اللاعبين ما طبقوها 100% وإذا اللاعبين ما كانوا في قمة تركيزهم أول 10 دقائق باللقاء أكيد شعرنا بقى خطورة ميسي بشكل أوضح مما بعده ليش؟ لأنه بكل بساطة ميسي كان قادر يسخط بين الخطوط بين خط الدفاع وخط الوسط يستلم الكرة بأريحية يلف ويتجه مباشرة نحو منطقة جزاء خلق هذا الشيء بلبلة لريع مدريد مرة ومرتين وثلاث أول مرتين بالمراوغات كانوا يفتكوها بآخر لحظة وبالتالب وضع كرة إلى قلبها اللي عمل عرضية خطيرة جدا ادخلها كورتوها وبالمباريات الكبيرة لما تشوف خصبك عم بيغلط غلطة لازم على طول تقتله منها وما تحاول تعطيه وقت يعالجها وهذا اللي حصل ريال مدريد قدر يعالج هذا العيب زي ما شفنا توني كروس بلش يركز أكثر مع ليونيل ميسي يكون أقرب منه ولما كان ليونيل يهرب من توني كروس تشوف مندي عم بتكفل بالتغطية عليه هذا الشيء حد من هذا العيب اللي لو ظل موجود أعتقد لكانت مجريات اللقاء مختلفة تماما واللي بيعرف زيدان من أول ما إيجع ريال مدريد كان حيتوقع أنه أول عشر دقائق ريال مدريد ما يحاول يكون هو الطرف الأقوى هو الطرف الحاسم لأنه ببساطة مش هو المطالب بالفوز بس لاثنين مطالبين بالفوز هذا الشيء خلى زيدان بمنطقة راحته خط دفاعه متماسك لعيبته أكثر خبرة وقال خليني أراهن على هفوة من هفوات برشلونة في البدايات لما يشعر أنه ممتلك الكرة لما يشعر أنه أفضل وأصابت هون توقعات زيدان بها فوحة بندريد بتأخر بالضغط فالفيردي بينطلق هنا بصير ضغط غلط من آلبة ضغط متسرع ما في افتكاك كرة نسبة افتكاك الكرة هو بيطلع مبين ضعيف جدا هذا الشيء خلق مساحة في ظهر آلبة استفاد منه فاسكس وخلق مساحة في العمق انطلق تجاهها فالفيردي ثم حول الكرة إلى فاسكس ثم كانت الكرة إلى بنزيمة هدف أول من أول تزديد لريال مدريد خلى ريال مدريد في موقف مسيطر أكثر على إدارة اللقاء هدف بكعبية جميلة هدف من أول تزديد زي ما حكيت هدف يبدو عكس مجريات اللاعب في الدقائق الأولى لكنه مش عكس خطة زيدان لهذا اللقاء هدف ربما عجبني فيه شرح الصحفي إسباني ميجيل كوانتانا اللي قال هدف بيشرح مشكلتك لما تلعب مع ريال مدريد بهذا الإسلوب بقصته لما تضغط عليه الضغط عالي وتقدم خط دفاعك لأن كل المطلوب غلطة وحدة وبعدها بينقلوا الكرة بسرعة لمنطقتك بيهاجموا المساحة ثم ما بتجد فجأة إلا كريم بنزيمة داخل الصندوق والكرة عم توصل له السيناريو اتكرر كثير مع كل الفرق اللي حاولت تلعب مع ريال مدريد بيخط دفاع متقدم لضغط عالي غير متقن ريال مدريد عنده تجانس رهيب بين تشكيلته لأنه لهم سنين مع بعض عنده جودة عالية بخط الوسط فاللي بدهوا لعب معا بهذا الاسلوب بدهوا يكون مركز مية في المية وبده يكون ضامن إنه قادر يجاري سرعتهم في بعض المواقف هذا الشي كله برشلون ما كان عنده اليوم في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني شوفنا المساحات عم تخلق والفرص عم تيجي هدف بنزيمة الأول بدي أحكي عنه بشكل عام خلال اللقاء كشف عن فارق بين الفارقين يتعلق بخبرة بعض العناصر يعني بالهدف الأول وضح كريب بالزيمة تماما إنه عنده فرق خبرة مع أراوخه اتوقع أسرع اتمركز خدعه بأكثر من موقف هذا الشي شوفنا مع بدري مشكلة الخبرة شوفنا مشكلة الخبرة بأكثر من موقف حتى بالركل المباشرة في الهدف الثاني طريقة تجري مع جونيور مبينة إنه فيها قلة خبرة أعتقد فارق الخبرة اليوم ساعد زيداني كثير إنه يدير اللقاء ويفوز فيه وهذا فارق الخبرة كثير بيلعب مع ريال مدريد بالفترة الأخيرة في المباريات الحساسة وهذه مشكلة المباريات الكبيرة إنها ما بيكفي فيها التكتيك ما بيكفي فيها أداء بعض الأفراد ما بيكفي فيها تدخلات المدربين هي بتفوز هون بالعقل بخبرتك بمعلوماتك وهذا الشي خلالنا نشوف من أول تزديتين لريال مدريد بين العوارض هدفين في الشوط الأول بقدر أحكي اللي حصل كالآتي برشلونة استحول على الكرة 69% بس برشلونة تقريبا خلق فرصة واحدة خطيرة من عرضية ضربت بالعرض غير ذلك ريال مدريد سجل هدفين وكان بإمكانه يسجل الثالث لو لا العرض أيضا هذا ببساطة اللي حكيته في التعليقات والتقريدة لما قلت برشلونة استحول على الكرة صح لكن ريال مدريد استحول على المساحة والمقصود ريال مدريد ما أعطى خصمه مساحات يتحرك فيها يقدر يربط مع بعضه بمنطقته ويخلق فرص على مرمى ريال مدريد العكس برشلونة أعطى ريال مدريد المساحات فريال مدريد كان يكفي الاستحوان 30% عشان يخلق أضعاف فرص برشلونة بالشروط الأول هذه مسألة صارت مهمة جدا لما بدك تلعب وتمسك كرة لازم بنفس الوقت تكون ضامن إن هالكرة بالمنطقة الفعالة ولما تخسرها ما يقدر خصمك يهاجم هالمساحات الشاسعة اللي كانت عم تظهر وشوف لجميلة قبل ما يخرج فالفيردي شغلتين مهمات كان لما يرجع يتحول لظهير هذا تكلمنا فيه بالبدايات وقلنا بركز مع ألبا فاسكس كان عم يتفرق إنه يسد أي مساحة خلف ميليتانو هذا قلناه وأيضا كان عم يضغط على بدري ببعض المواقع هذا التكتيك الأول اللي كان مفيد وأيضا شفنا تنسيق رهيب بين فالفيردي ومودريد مختلف عن المعتاد فالفيردي هو المطالب بالشغل البدني كله هو المطالب يضغط الأمام جد ما يقدر هو المطالب يركض نحو المساحات كان دور يكون محور الأمان بالصعود برشلون لازم ما يفتك الكرة بمنطقة ريال مدريد دوره تنظيمي أكثر خليني أحكي دوره يطلق الهجم المرتدي بتمريره للأمام كان فيه تنسيق ربما أثر عليه مباراة ليفربول وبكثير فيه مجريات اللي قائل يوم ريال مدريد كان عم يفكر في مباراة ليفربول الجاي وعم يدفع ثمن الجهد اللي صار في مباراة ليفربول الماضية تقريبا خلال الشوط الأول وحتى في معظم فترات الشوط الثاني برشلون كان عم بيرتكب نفس الغلطة في مسألة الارتداد الدفاعي بعض اللاعبين بيسعدوا للأمام وبعض اللاعبين بيسعدوا للخلف ما فيه تنسيق بينهم أبدا هذه التحركات كانت عم تكشف زاوية تمرير واضحة لمودريدش كروس ليقود المرتدة ولما تكشف زاوية تمرير واضحة وعندك لعب سريع زي جونيور وبنفس الوقت عندك كروس ومودريدش الباقي انتو بتعرفوه وده ما بتعرفوه كان واضح جدا استنزاف ذهني لبرشلونة مستمر كرات بتتقرب ع منطقة جزاء انطلاقات خطيرة عم تنزنزف المدافعين وبترجحهم للخلف ووقت عم بيمشي بعد ما تقدم ريال مدريد بهدفين بالنسبة لديمبلي في خط الهجوم اليوم قبل ما يتبدل بين الشوطين ويرجع لورة شوي لاحظنا عم توصلوا الكرة ثلاث مرات منطقة جزاء عم بياخذ القرار الغلط في معظمهم وهذا الشي ساعد ريال مدريد انه يحتوي اي خطر لبرشلونة لانه كانت حتى لما يفشل بانه يمنع الكرة تخير منطقته كان ديمبلي يتكفل بهذا الموضوع ويتصرف او يعني خلينا نحكي يبالغ كثير في تعقيد الامور على نفسه شو لازم يعمل كل المباراة تغير شوي اتجاهها وانت لما فكرة زيدانة الاساسية اللي انا بعتبرها سر الانتصار اليوم فالبيردي وفاسكس فاسكس بالادوار الهجومية كان مهم جدا وايضا بالادوار الدفاعية بخبرته كان مهم جدا وفالبيردي بادواره الدفاعية والهجومية اللي كانت تبلش دفاعيا من عند صعود برشلونة بالكرة كان دائما عم يمنع قلب يكون موجود في المباراة يعني اخرج قلب من اللقاء لما نصاب فاسكس بعدها بشوي بلش نشوف فالبيردي مش عم بقدر يكمل اللقاء لم يعد نفس اللاعب بدنيا واضح انه تعرض لنوع من الكدمات او الاصابات اللي افسد كل الفكرة اللي حضرها زيدان يدخل فيها اللقاء هاتتزامن مع دخول برشلونة دهنيا اللقاء شجعة من كومن في التبديلات يعني اليوم باللقاء وانا بحكي هتشعروا كأنه بنحكي عن مبارتين وبنفس الوقت هتشعروا كأنه الاثنين عملوا اللي عليهم عشان ما يخسروا لكن اللي استفاد اكثر اللي هو الفريق اللي لما خصمه غلط سجل اكثر وإلا لو انتهى هذا اللقاء بالتعادل لقلنا نتيجة عادلة ايضا كومن بين الشوطين ادرك انه تركيبة ريال مدريد الموجودة بتوزيع ادوارهم هتقتلوا بهذه الخطة ومش هيعملش ادخلي جريزمان بدل دست اتحول لشكل اربعة ثلاث ثلاث استعاد الفكرة القديمة اللي منتذكرها جميعا اللي هي دي يونجو بدري يزيدوا عدديا حول جريزمان عشان يفلت واحد منهم وبلشنا نشوف الفكرة عم بتجيب نتائج الكرة عم بتدور بشكل كويس وعم توصل اكثر واكثر للثورة الاخيرة ريال مدريد مش قادر عم بيجاريهم والكرة بتدخل كثير منطقة جزاء ذنبلي بميلة اليمين اكثر فبيربط مع مينجيزة هناك صار فيه اجبار للريال مدريد انه التركيز على العمق الرهيب اللي كان عم بيعمل ومتكفل بفل بردي مع قلبه ما عاد يجيب نفس النتيجة وهذا الشي قدر يخلق شوية مساحات لبرشلونة يدخل فيها الكرة منطقة جزاء اكثر واكثر حتى سجل الهدف الاول كانت فترة تفوق كبيرة لبرشلونة طبيعتها كانت انه يجي الهدف كومن ما ترك الامور زاد الكتافة العددية داخل الصندوق وريال مدريد عم بيحاول يصمد قد ما يندر وبنفس الوقت لما شاف كومن انه بقدر يرجع هذا اللقاء شفنا عم بيتجرأوا بنزل روبيرتو وبطلع بوسكتش بيرجع بدري اللي كان واضح تأثير الضغط عليه في المنطقة الامامية خبرته ما عم بتساعده فرجعوا على منطقة اقل ضغط وسمح للو بيرتو بخبرة افضل ربما بتحركات افضل بين خير نحكي يربط بين اليمين والعمق كان عم بيصير برشلونة اقرب اقرب من التعادل اذا ما دخل ريال مدريد ريال مدريد خلال هذه الفترة وفترة تحسن برشلونة كان دائما عم بيجد المساحات وعم بيهدر الفرص وكان ممكن يتعاقب على اهدار الفرص وكان ممكن جمهور ريال مدريد كله يندم على اضاعة فريقه انتصار يقارب بالانتصار بلقب الدوري حسب اجماع كثيرين ولكن مضيع الفرص شعر زيدان انه ما بيقدر يراهن على هذا السيناريو كان لابد يدخل ممكن البعض شاف هالتدخلات غريبة وكثيرة بنفس الوقت وكان بتوقع ممكن رودريغو بس خير اشرح شو ممكن يكون فكر زيدان بناءا عنه شفناه منه بعد هذه التبديلات المباراة فعليا انقلبت بالشوت الثاني لعبة شترنج رائعة جدا 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 انا استمتعت جدا في اللي كان عم بصير بعد الشوت الاول من تبديلات وخيارات وافكار وجوابة افكار راح زيدان نزل ماريانو ونزل اسكو ونزل مارسلو اول شيء وبابسط شيء انه في مباراة ليفربول فلازم بعض الاسماء ترتاح هذا منتهيين وليفربول كتير اثر اليوم ليفربول كان عم بلعب بلعب بعقل زيدان موجود وبنفس الوقت عنا افكار سفنها مع هاي التبديلات اسكو الهدف الاساسي بانه يحاول شوي يوقف على الكرة اكتر معروف عنه طبيعته يوقف على الكرة اكتر الريال شعر بعدما خسر المساحات اللي كان مسكرها تماما انه لازم املك الكرة شوي احسن من اول واسكو ببطء الرتم واكيد حيكون اكثر حيويها من كروز المراق هذا اولا ثانيا ماريانو ماريانو ربما خلينا نحكي طبيعته اسرع بالذهاب للمرمى اسرع بالمشاكسة وبالضغط العالي هو حيضغط اكثر لانه فرصته هيك لقائح حاول يعمل اللي عنده وراهن زدان ربما يصير معاه زي ما صار بالكلاسيكو لما ينزل يسجل مارسلو كان مهم جدا دخوله لانه كان مهم جدا يتسكر الجهة اليمنى تاعة برشلونة الهجومية اللي بلشت تخلق مشاكل مارسلو نزل متكفل انه يخفي خطورة مينجزا ونجح بذلك بشكل واضح وملموس جدا ايضا مارسلو كان عم بتكفل يضغط اكثر على روبيرتو لما مينجزا ما يصعد هذا الدور كتير ساعات ونزول مارسلو قير الفريق لما يشبه خمسة ثلاثة اثنين بشكل صريح وواضح هذه التغييرات خلت دفاع رياما دليد يقدر يتعامل مع الكثافة العددية اللي كان عم بعملها برشلونة على مدافعين فقط فصارت تأثيرها اقل زي ما شفنا جميعا واهم شي عملته هذه التغييرات انها قدرت تكسر رتم اللقاء بطل اللقاء مستمر باتجاه مرمى رياما دليد صار نشوف في انقطاعات في هدوء ولانه ضايل وقت قليل كل هدوء عم بصير عم بينسحد من برشلونة برشلونة عمل كل شي بقدر يعمله تبديلات كومان بعد ذلك كانت دائما عم بتحاول تتوسع رقعة اللعب اتقرب الكرة على منطرة الجزاء حاول كل شيء وبالاخير العرضة قالت له لا مش هتفوز اليوم انت خلص محكوم عليك تخسر بهذا اللقاء برشلونة اليوم عمل اللي عليه الشرط الثاني الشرط الأول خطأه كان يعني واضح جدا خطأه فعليا كان بالهفوات فقط هفوة قلبة هون وايضا المساحات اللي كانت عم تتواجد معها واللي ظلت متواجدة معها طول اللقاء ربما لازم الفريق يتحسن اكثر بشكل ملموس بالارداد الدفاعي ريال مدريد ادار اللقاء لانه عنده لقائين واحد قبله واحد بعده محمد هدفه ثلاث نقاط ايضا قدر يفوز فيها يعني هاي واحدة من المباريات اللي ما تقدر تلوم فيها اي واحد من الطرفين ربما لازم نحكي عن المطر مثلا المطر اللي ما نزل انا دعا دعا في قاعدة مشهورة عنا جميعنا انه المطر عالطرفين يعني بتشتيش عالفريق مش عالفريق بس فيه فرق لما تبلش الدنيا تنزل بهذا الشكل وشوفنا ميسي وردد فعله مع المطر وهذا الشي بعض الاحيانة بتكون تلك خسران مش هتقدر تسرع اللعب على ارض مبلولة كتير الشتاء مفاجئ مش هتقدر تسرع اللعب فاكيد توقيت المطر بشكل او باخر كان عم بيخدم ريال مدريد نتيجة النتيجة اللي هي نزلت فيها الشتاء واكيد كل الناس هتسألني عن البلنتي مع اني ما بحب احكي عن التحكيم فكرة وفرصة برايت واي اساسها طبعا خلينا سميها تصرف خاطئ جدا تصرف في لحظة فقدان تركيز في لحظة استهتار من مندي هي اللي عملت كل هذه البلبلة هل هي ركل الجزاء ولا لا طبعا في نظريات كثيرة في هذا التحكيم انا بحكي لكم اللي بسمعه يعني انا مش حكم ولا خبير تحكيمي الفكرة دائما بتكلموا فيها على طول المسك لاي درجة مسكت اللهب لاي درجة استمرت بمسك اللهب الان مثل هيك لقطة انا شفت حكام حسبوه خصوصا لذات توتر الموضوع الموقف انه مرمى فاضي وكرة وفي حكام بيحسبوها فعليا يعني شان ما انكر بس في حكام كثير سمعت منهم كلام ايضا لما نشوف المراجعين التحكيميين بعض المبرايات ونشوف ناس ثاني ما بحسبوها ففعليا هذه الركلة الجزاء مثل هذا النوع بتحسها قرار تقديري للحكم وانتوا الجماهير بتشوفوا وبتحكوا رأيكم فيها مباراة رائعة باختصار مباراة انا لحد الان سعيد باني شفتها مباراة من اجمل مباريات يعني بيشوفناها بالكلاسيكو بالسنوات الاخيرة مباراة بتبشر ان الفرقين بنحيث البناء الفني التكتيكي الذهني عم بيستعيدوا نشاطهم عم بيستعيدوا تركيزهم لمستقبل جميل لريال مدريد وبرشلونة مباراة بنحكي فيها مبروك لريال مدريد الانتصار هارد لكن الجماهير برشلونة خسارة كان بإمكان أفضل مما كان الفريق قدم بالجزء الهجومي مباراة مثالية بالجزء الدفاعي كان عنده مشاكله بنعرف جميعنا المفريق محتاج جودة إضافية 100% الموسم المقبل نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستجرام وضروري جدا اتبعوني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة